رب العالمين الحمد لله العليم الخبير يخلق ما يشاء ويختار خلق خلقه ليعبدوه وتابع عليهم نعمه ليشكروه وكتعزن لمن شكر من عباده بالمزيد نحمده على ما هدانا ونشكره على ما أعطانا ونسأله السباة على ديننا وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له العلي الأعلى خلق فسوى وقدر فهدى وأشهد أن سيدنا وهبيبنا ومؤلمنا وقدوتنا محمدًا أبده ورسوله وهبيبه وخليله استفاه ربه بالنبوة والرسالة واختصه بأعلى المقام والمكان صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه آمنوا بالله ورسوله ونصروه وعذروه واتبأوا النور الذي أنزل معه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوسي نفسي وإياكم إباد الله بتقوى الله وطوعته فهي وصية الله تعالى لنا في كتابه العزيز قال سبحانه ولقر وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون لكر أقرم الله الإنسان من سائر محلوقاته فكر خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفة في الأرض وأرسل إليه رسله وأنزل عليه كتبه واختال من بني البشر الأنبياء والرسل قال سبحانه ولقد قرمنا بني آدم وهمناه في البر والبهر ورزقناهم من الطيبات وفدناهم على كثير ممن خلقنا تفديلا أيها المسلمون من مظاهر تقريم الله للإنسان أنه خلقه في أحسن سورة فقال سبحانه لك الخلقنا الإنسان في أحسن تقويم وميّزه بالعقل والفهم وجعل له السمأ والبصر قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمأ والأبصار والأفئدة لأن لكم تشكرون ومن مظاهر هذا التقريم أن الله سخر القون للإنسان فقال سبحانه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبخ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أيها المسلمون الواجب علينا أن نعرف قدر الإنسان وقيمته في هذه الحياة فمن كرامة الإنسان أن يعيش حياة آمنة متمئنة فيحرم الاعتداء على النفس البشرية قال سبحانا ولا تقتل النفس التي هرم الله إلا بالحق فالقتل من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم وكرهزر النبي صلى الله عليه وسلم من سبع الموبقات وذكر منها قتل النفس بخير حق وقال في هديث آخر لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسد دمى ومن كرامة الإنسان أن لا يؤتدى عليه بالضرب على خير حق فمن ضرب إنسانا بخير حق فهو عاسي ويجب عليه التهدل في الدنيا قبل أن يسير مفلسا في الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بالصلاة والسيام وزكاة ويأتي وكرشتم هذا وكذف هذا وأكل مال هذا وصفك دم هذا ودرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فترهت عليه ثم تره في النار وفي صحيح مسلم أن أبي مسؤول الأنصوري البدري قال كنت أدرب غلاما لي بالصوت فسميت صوتا من خلفي إئلم أبا مسؤول فلم أفهم الصوت من الحدم قال فلما دنى مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول إئلم أبا مسؤول إئلم أبا مسؤول قال فألقيت الصوت من يدي فقال إئلم أبا مسؤول أن الله أقدر عليك منك على هذا الخلام قال فقلت لا أدرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية لأبي داود قلت يا رسول الله هو هر لوجه الله قال أما لو لم تفعل لمستك النار وقد مر هكيم بن هزام بعمير بن سعد وهو يؤذب الناس في الشمس فقال يا أمير إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يؤذب الذين يؤذبون الناس في الدنيا فأمر بهم فهلوا ومن كرامة الإنسان أن يئيش أبدا لله لا أبدا لأهد من خلق الله فالأبودية لله شرف للإنسان وعذ وعبودية لغيره الظل وحوال وقد قال أمر بن الخطاب رضي الله عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أهرارا ومن كرامة الإنسان أن ما يملكه من مسكن أو مال ملك له فلا يوخذ إلا بتي بنفسه أو بحقه قال سبحانا ولا تعقلوا أموالكم بينكم بالباطل ولهذا هرم الإسلام السركة والظلم والغش والغصب ومن كرامة الإنسان أن لا يهال بالشتم والاحتقال والاستهزاء أيها المسلمون ومن كرامة الإسلام للإنسان أنه أمر بتخسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وأن لا يجلس أهد على قبره فعلينا جميعا أيها المسلمون أن نعمل حتى ينال الإنسان كرامته في زمن أهين الإنسان غاية الإهانة والدور لا تتقدم إلا إذا شعر الإنسان بكرامته ونال حقوقه من المعيشة والمسكن والأمن والتعليم والعلاي ولكن كل هذا لا يتحقق إلا إذا أرحنا قدر الإنسان وقيمته وعملنا من أجله وتعاوننا على ذلك قال سبحانه وتعاوننا على البر والتقوة ولا تعاوننا على الاسم والأدوال وتعاوننا على البر والتقوة 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 يعني اخبر pengنام يساعدنا من البلد وتفقدنا أنت أنهم بالنسبة لنا أعطي اللقاء فيهم اشتركوا في المننع لا يبسينا يبسنا ايضاً يبسنا أنهم حتى يبسنا على هذا الوقت عندما يبسنا ومن أمزنا سأخير أنهم يبسنا لأاء الله ترجمة نانسية 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 نانسية ترجمة نانسية ترجمة نانسية ترجمة نانسية ترجمة نانسية ترجمة نانسية ترجمة نانسية نانسية ترجمة نانسية ترجمة نانسية نانسية ترجمة نانسية